على ضوء ما حدث في المباراة الوديا النهاردة دي اللي جواه نادي الأهل التشكيل اللي بقى أقرب لمباراة مدياما هيكل طبقا للعنصر المتاحة هقولك العنصر المتاحة اللي موجودة والتشكيل كالتالي محمد الشيناوي رغم نشتراكه في المباراتين لكن مركز حراست المرمى بيمكن يعني إنك العيب يشترك وعدد المباراة والجاب ما يكونش كبير محمد الشيناوي في حراست المرمى محمد عبد الملعيم اللي لعب مباراة ونصف أمام جيبوتي وأمام سيرليون يكون موجود بشكل أساسي ياسر إبراهيم في قلب الدفاع أكرم توفيق بعد محمد هاني لعب معظم المباراة لعب 85 دقيقة في مباراة سيرليون جيل صناعي مباراة صعبة صفر فالقارب يكون أكرم موجود كريمي دي بيس بعد عدم اكتمال الجهزية بتاعة علي معلول وصلت الملعب مروان عطية طبعا تحتها يكون العيب مركز 6 إمام عشور ويه أليو ديانج اللي ارتاح نهاردة أليو ديانج تماما أمس مع منتخب مالي ارتاح من عفش المباراة بالكامل لعب المباراة الأولى بيرسي تاو رغم أنه لعب معظم المباراتين وأنا شايف وما بين قرسين كلا بيرسي تاو ده لم يقرر أنه يلعب بشكل نهي أو لا طبعا ومن ناحية الفنية هو الأقرب لكن هو لسه هيشوف الحالة البدنية بتهاب بيرسي لأنه لعب مباراتين فاصل ثلاث تيام ما بينهم في لعب مباراتين بشكل كامل مع جنوب أفريقيا وكان آخرهم الخسارة مفاجئة النهاردة أمام رواندا بهدفين طبعا حسين الشحات يلعب بشكل أساسي وفي الهجوم خلي أقولك أن الاتنين النهاردة لعبوا الاتنين ظهروا بشكل بدني جيد كان فيه تخوف عند الجميع أنه كهربا ما بيقاش لائق بدنيا بقالوا فترة طويلة بعيدة والأهل ما بيلعبش أفريقيا ففي الدوري ما بيلعبش فكهربا لائق بدنيا جدا مودست كمان ظهر بحالة ممتازة ممكن لو معنا الصورة بتاعة مودست يا كريم من الفيزيك من الناحية البدنية والجسدية هو أكثر لياقة خاسس يعني خفيف حتى حركته نهاردة في المبارات الودية أخاف كتير من قبل كده فعلشان كده لما أجل أشرح لك بقولك أنه الفرقة الأهل هي لعبها هي فرصة سواء الكهربا أو مودست نتكلم على تفاصيل الفريق وعيوبه ومشاكله الدفاعية ممكن دي صورة في صورة تانية كمان بالتيشرت بقى واضح تماما أنه هو لا نازل نازل كتير أربعة خمسة كيلو وطحين